تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب مكافحة الاتجار بالمخدرات التابعة لمقاطعة الغربية الشرطة القضائية بالعاصمة بتوقيف مهاجر غير شرعي بحوزته 550 ألف يورو مزورة تقدر قيمتها بالدينار حوالي ثمانية ملايير سنتيم تتكون من فئات مئة ومئتين وخمسمائة يورو للورقة بالإضافة إلى مواد والوسائل التي كان يستعملها في التزوير ومنه سيقدم المتهم أمام وكيليا الجمهورية المختص إقليميا للنظر في قضيتها المزيد مع إبراهيم غطاس وإبراهيم غطاش أعثرنا على تيكوف وبداخله كمية معتبرة من النقود المزورة بالعمل الصعب والمتمثلة في 550 ألف أورو ما يساوي حوالي سمنة ملايير سنتيم وعلى هذا يتم قمنا بتفتيش مسكن المشتبه فيه الذي عطرنا كذلك على مستحقات وأشياء تستعمل في التزوير ومنها بطاقة إقامة لبلد إفريقي فارغة كما سنقدم المعنى بالأمر أمام سيد وكيليا الجمهورية المختص إقليميا هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم